في ملف الصحراء الغربية دعت مجموعة من الدول من مختلف القارات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلى إرسال بعثة لمراقبة وتقصي واقع حقوق الإنسان المزري في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وأعربت هذه الدول في الكلمة التي ألقتها الممثلة الدائمة لتيمور الشرقية بجنيف خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان عن أسفها لاستمرار تعثر إرسال بعثات تقنية لمراقبة حقوق الإنسان في صحراء الغربية المحتلة انطلاقا من المأمورية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان والمتمثلة في تقوية وترقية حقوق الإنسان واحترام الحرية العامة والتعاطي مع انتهاكاتها عبر جميع أنحاء العالم وبدون تمييز ترجمة نانسي قنقر